وَأُؤُمِنُ بِأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانْ وَأَنَّهُمَ الْيَوْمَ مَوْجُودَتَانْ وَأَنَّهُمَا لَا يَفْنَيَانْ هذه المسألة الثالثة أنهما لا يفنيان ولا يبيدان أبد الآبات النار تبقى وأهلها يبقون والجنة تبقى وأهلها يبقون فيها إلى ما لا نهاية نعم وفي هذا رد على الذين يقولون إن الجنة والنار تفنيان وليبقى إلا الله لأنهما لو بقيتا لشاركتا الله في البقاء ونقول لهما هذا فرق بين بقاء الخالق وبقاء المخلوق بقاء الخالق ذاتي وأما بقاء المخلوق فهو بإبقاء الله له بإبقاء الله جل وعلا له فرق بين هذا وهذا ومنهم من يقول إن الجنة تبقى ولكن النار تفنى وهذا أيضا قول خطأ والصواب أنهما باقيتان أبد الآبات نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر